السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاجل رئيس وزير الترابيع والتعليم سيتم محاسبة الطالب من منهج عند خمستاشر مارس. تمام? وسيتم تعويضه في السنوات القادمة. تمام? انا عمل ده بوست حالا على الفيس. مكتوب. الناس بتسأل. طب ما يصير الشهادة العادية ايه? الناس كتير منزلة بوست. ان الشهادة العادية انت حان اتلغى وسيتم اعتماد نتيجة كتير من اول. هو ما قالش كده بالتحديد. هو قال كده. الناس لو اخذت بالها من الجملة دي. قال آآ سيتم محاسبة الطالب لعند ما تم دراسته خمستاشر مارس. تمام? سواء مشروع او امتحان. سواء مشروع وانا من وجهة نظري المتوضع مفيش مشروع. لانه صعب جدا يتطبق حيزا كده. آآ لان اغلب الناس مش على دراية بالمنصة الالكترونية والموقع اللي مكتوب عليه الابحاث. تمام? سواء كمان آآ ان الطالب هيعمل في كل مادة بحث. تمام? او في كل مادة او مشروع. آآ ويجمع خمس طلاب ويتواصل مع المدرسة للمادة فده ده موضوع صعب. تمام? عشان كده الصيغة تغيرت. الناس لو خذت بالها السنة فاتك الاسبوع اللي فات قالوا مشروع او بحث. الخطبة دي او اللي قادة قالك. آآ مشروع او بحث او امتحان. طب ممكن بقى فيه امتحان? ممكن بقى فيه امتحان. ليه? ممكن آآ ان شاء الله ربنا يعافينا من المرض ده. تمام? ويخلص تمام? وكون الدراسة خلصت بس ممكن يقول يا جماعة انا حضط لكم المنصة الالكترونية عشان تتابعوا عليها. ما قلتش المنهج انتهى. انا ما قلتش المنهج انتهى. هو ممكن يقول كده. فبالتالي المنصة المفتوحة اللي عايز يزاكر يزاكر. تمام? قال لك ادخل وكتب اسم المادة واسم المادة واسم اسم الصف وهيطلع لك ماد بالزبط. تمام? معنى كده هم اللي غاش الترم. عشان لو جه في وقت من الاوقات قبل الدراسة ما تبدأ بشهر مسلا السنة الجديدة قال لك فيه امتحان يا جماعة حنشد الاحزمة والناس تستنفر وهيكون في اسبوعين امتحانات ما فيش حد يقدر يعارض. تمام? لانه الكلمة دي الكلمة دي اللي استوقفتني. سواء مشروع او امتحان. الكلمة امتحان دي ما كانتش الاسبوع اللي فات. ما كانتش الاسبوع اللي فات. طيب معنى كده ايه? في امتحان احتمال كبير يكون في امت في بحث صعب جدا. صعب جدا يكون في بحث. تمام? نظر ان ظروف النت الوحشة ونظر ان ظروف الناس اصلا اوليها الامور او الطلاب مش على دراية بالانترنت. تمام? طيب. اه الطالب يعمل ايه? حيتهد في اللي اه هو اه اخده لعند خمسان مارس. الوحدات اللي تم دراستها اذكرها كويس جدا جدا جدا. هو بقول الوزير قال قال في في كلمته كده سيتم تعويضه السنوات القادمة. معرفش ازاي صروحها? يعني بقوله طالب سنة رابعة. هينجح? هيروح سنة خمسة? والوحدتين اللي نقص له. هياخدهم السنة الجاية. مع 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 ترمي سنة خمسة. مع 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 منهج سنة اخمسة. تمام? كمان قال الشهادة الاعدادية سنة تالتا اعدادي اللي ناقصه من المنهج هياخده فقولة سنوي هياخده فقولة سنوي. اه ا اا ا اي ما اعرفش ازاي. كمان طالب سنوي العام هياخد المنهج اللي نقصه هياخده في قولة جامعة��. هو قال كده مع الترتيب او مع 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 التنسيق مع الجامعات وادارة الجامعات. هينضف منهج سانوي لمنهج جامعة. تمام? آآ ده كل ما يخص. مفيش متحانات ملغية. مفيش متحانات. مفيش اعتماد ان تتمل الاول. هو ما قالش كده اطلاقا. ممكن يبゥده اعتماد نتيجة الترم الاول. ممكن يبقى فيه اعتماد نتيجة الترم الاول. بس ما قالش كده. اللي استوقفني تاني في الحديث ده. تمام? او القرار ده? ان قال سيتم محاسبة الطالب ما تم آآ آآ دراسته الى خمستاشر مارس سواء تم عمل مشروع او امتحان. الكلمة دي هي اللي فيها كلام كتير. او امتحان. يعني ممكن يبقى فيه امتحان زي ما قلت لك. لانه معارض المنهج على المنصة الاليفترونية. سواء كان ناسها مسلطلوش يبقى فيه ممتحان ممكن. لو قال فيه امتحان يبقى ما حدش ليه حجة. ما فيش حدا بليه حجة. ما فيش حاجة تلغط. ما فيش نتيجة الترميل الاول اعتمدت. ولا فيه امتحان تلغط. ده بالعكس. كان امتحان فرصه زادت على الاول. الاول كان فيه مشروع بس. كان كل الكلام ازاي نعمل البحس? ازاي نعمل البحس? ازاي نعمل البحس? ما فيش حد يتكلم عن امتحان. هو وزير التربية والتعليم قال لي الاسبوع اللي فات ما تعملوش ابحاث فيه قرارات جديدة نازلة الاسبوع الجاي اللي هو الاسبوع ده اللي دلوقتي حالا قاله. قال سيتم محسبة سواء مشروع او اقامة امتحان. يعني ممكن يكون فيه امتحان. ممكن يكون فيه امتحان. تبقى انا اعمل ايه مستر? اعمل ايه? هتذاكر مع ابنك اللي اخده من الوحدات. استعد. ابنك ما فيش فصلان. ما فيش حاجة اسمها دراسة خلصت. يكمل. نرجع من الاول خالص. من اول خالص من اول وحدة من اول يونت او يونت او يونت عربي او يونت رياضيات سواء عربية او لغات او تجريبي. واشرح تاني منهج. تمام? طبعا مشروح قدامك وانت واخده قبل كده. انت وابنك او انت وابنك. اشرحه تاني. راجع تاني كأن السنة لسه بدقة دلوقتي حالا. تمام? شوف هو وقف عن ديونت ايه? تمام? او شوف المدرسة بتاعته. وقفت من الناس دعو بالدرسة. واحد باخد درس ومياخدش درسة الدروس بتسبق. تمام? فشوف هو وقف عن ديونت ايه في المدرسة او اسألي مدرس الفصل. انت الدفتر تحضيري بتاعك محضر لعن ديونت كان بالزبط في كل المواد. وذاكر لابنك لعنده. وخليه شربه تماما تماما ويستعد وفيه مذاكرة وجدول لان في اي وقت ممكن يكون فيه امتحانات. وغالبا ممكن تكون بعد العيد. غالبا ممكن تكون بعد العيد. فيه امتحانات? اه. ما فيش فيه امتحانات? ممكن اه ممكن لا. مشروع? ممكن او ممكن لا. بس انا اقول لك ما فيش مشروع. صعب جدا نبقى فيه مشروع. تمام? اه يبقى نذاكر الترمي ما انتهاش لها عندي كده. نقول لأولادنا كده الترمي ما انتهاش يا جماعة. الترمي انتهاش ونكمل شغل. وده كل ما يخص قرار وزير. ما فيش يا جماعة اسمها اعتماد نتيج تريم الاول. الراجل ما قالش كده في في الكلام. الراجل ما قالش كده في الكلام. تمام? نتقهب ونستعد لأي امتحان في اي وقت. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.